أعود لضيفي الكاتب الصحفي جمال الكشكي ونستكمل حديثنا عن القضايا المطروحة داخل جلسات الحوار الوطني ومسألة الأولوية لأن القضايا عدة الحقيقة والقضايا كل مدى ويمكن كنا بنتكلم أنا وحضرتك في الفاصل عن المزيد من التشابكات والوضع السياسي والاقتصادي الدولي والإقليمي اللي بيزيد تعقيد مسألة الأولويات وترتيب الأولويات في الجلسات لاختيار القضايا الأهم فالأهم يعني ده طبعا موضوع في الاعتبار فأولوية العمل الوطني والقضايا ذات الأولوية تتمثل مثلا على سبيل المثال احنا رتبنا محور السياسي والمحور الاقتصادي والمحور المجتمعي وعايز أقول لحضرتك أنه هيتم منقشة الجلسات خلال ثلاثة أيام الحد والتلات والخميس ويوم الحد المحور السياسي يوم التلات الاقتصادي يوم الخميس المحور المجتمعي ده من كل أسبوع وداخل كل يوم هيبقى فيه أربع جلسات يعني 12 جلسة ومتنوع القضايا حسب أولوياتها وحسب كلها مهمة بالمناسبة لأنه احنا بقلنا سنة بالناقش يعني احنا تكلمينا في 200 و 200 متقربة من 200 ل250 ساعة مناقشات فبالتالي كل قضية أخدت حقها في النقاش لأنه عشان نناقش قضايا مهمة المسألة ليست من باب الرفاهية تتم منقشة القضايا وفي نفس الوقت وفي نفس أو على التربيزة بتطرح الأسئلة هل هذه القضية قابلة للتحقيق؟ ظروف الدولة تسمح بيها؟ الوضع الدستوري القانوني بالنسبة لها إيه؟ وبالتالي هنا انت بتناقش القضية وتبحث كمان سبل تنفيذها على أرض الواقع وفقا للمتاح ووفقا للواقع عشان يكون الحوار مثمر وإلا هيكون مجرد حوار أنا مش هاعد أقترح أفكار وغير وقعية لابد أن تكون قابلة للتنفيذ لأن مجلس الأمناء بيرسل حسب ما أكد السيد الرئيس هذه المخرجات والنتائج إلى السيد الرئيس عقب كل جلسة أو كل فترة من الفترات والوصول لنتائج نهائية يتم رفعها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أطلق المبادرة ويتم إحالتها إذا كانت قضايا تحتاج أو موضوعات تحتاج إلى تشريع أو قانين يتم إحالتها لمجلس النواب أو مجلس الشيوخ إذا كانت تحتاج إلى قرارات يتم إحالتها للمسؤولين في الحكومة وبالتالي هنا لا يجب أن يتم رفع شيء غير مدروس فكمان من ضمن الاعتبارات المهمة لمجلس الأمناء طالب أن يبحث عن القضاء التي تصب في مصلحة المواطن بشكل مباشر لأن المواطن هنا هي فلسفة واستراتيج الدولة المصرية منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الدولة وهو يضع المواطن أولوية أولى أيضا هذا السياق الحاكم يحكم الجالسين على طاولة النقاش داخل مجلس الأمناء وهو المواطن والبحث عن تحقيق أكبر خدمة ممكنة للمواطن في مختلف القضايا لأنه لما نتكلم مثلا على سبيل المثال أن نحن ناقش في المحور السياسي ملف حول إنسان وحريات العامة أو الحبس الاحتياطي أو النظام الاختباء الانتخابي كل هذا يصب في مصلحة المواطن لو ناقش في الملف الاقتصادي الأجور أو التضخم أو المعاشات كل ده من الملفات والموضوعات المهمة بالنسبة للمواطن أيضا على سبيل المثال لو ننتقل للمحور المجتمعي ونتكلم عن الصحة والمستشفيات والعلاج والتأمين الصحي الشامل والتعليم الخاص والتعليم العام والحكومي وما قبل الجامعي والتعليم الأساسي وكل هذه المساحات والصحة والمبادرات والثقافة والهوية الثقافية والوعي وصناعة الثقافة بفروحها المتعددة يعني مهمة جدا وبتمث الناس الناس تحس بها يعني أو خرج التوصيات في مجال تعليمي في مجال صحي ده موضوع يمث الناس من الدرجة الأولى إزاي الناس تشعر أنه القرارات اللي بتخرج أو التوصيات اللي بتخرج من الحوار الوطني بتنفذ على الأرض أو ليها يعني مدلول على الأرض علشان يحسوا بقيمة هذا الحوار الوطني شوف أقول لحضرك على حاجة أطراف الحوار إيه ما هو القوى السياسية والأحزاب معارضة مؤيدين والرأي العام شريك في الحوار ما هو حاضر وبيشارك في الجلسات ونقاشات وبالتالي ما نصل لصيغة على سبيل المثال في التعليم ونرفحها للسيد الرئيس ويصدر بها قرار وتنعكس بالضرورة على المواطن ولما نعمل مشروع مهم جدا بالنسبة للمزارعين والفلاحين والآخره ويلقى استجابة ما هو لازم يحس بيها وفي الآخر ده هدفه في النهاية هذه المخرجات تتحول إلى واقع وثمار تسقط في فم المواطن المصري وتسقط في فم الدولة المصرية هذا هو الهدف وبعدين خلينا نقول بس على حاجة مهمة أنه إحنا يعني إيه تاني بكرر أنه لا أحد يملك عصى سحرية وتاني بأكد لك أنه لابد أن ننظر بعين الواقعية إلى نتائج هذا الحوار يعني لا نحلق في السماء ولا نصل لشيء وفقا للواقع المكسب الحقيقي من هذا الحوار أنه كل المصريين يجلسون على مائدة واحدة وعلى طاولة نقاش واحدة ويتبادلون وجهات النظر والملفات مفتوحة وتم قطع أشواط كبيرة جدا إحنا لو بنتكلم عن حتى الاختيارات في المقرر 44 مقرر ومقرر مساعد من أنبل وأحرف المتخصصين في مصر في كل القضايا في كل القضايا لما بنتكلم عن ما يقرب من 22 منظمة حقوقية أعلنت مشاركة أقول إنسان أكدت كمان مشاركتها في الحوار الوطني طب هو ده كان موجود يا فندم بتأكيد لا وبالتالي أنت بتحقق مكاسب لصالح الدولة لصالح الاستقرار علينا أن نروي هذه التربة الخصبة سياسيا المباشرة مستقبليا جميعا ونشارك في زراعتها جميعا حتى نجن السمار المستقبلية بشكل أكبر المسألة هنا لا تقف عند النظرة الضيقة هذه المبادرة وإن حدث مثلها في عبر التاريخ أيام الرئيس جمال عبد الناصر والرئيس السادات والرئيس المبارك إلا أنها لم تكن مثل هذه المبادرة على الإطلاق هذا ليس كلاما من باب المجملة لكن من باب الواقع يعني هنا أنت بتتكلمي في كل أطياف المعارضة بتجلس والأذهب من كده إيه؟ الأذهب من كده والأهم من ده أنه الجميع يعلم أنه لا توجد خطوط حمراء ولا ثقوف في المناقشة لدى مجلس الأمانات صحيح وكل أعضو مجلس يمثل قوى سياسية يمثل حزب يمثل تيار ورغم ذلك هناك حالة من الانفتاح والسقف المرفوع في النقاش والمطالب المرفوعة لأنه هذه الدولة وهذه الجمهورية الجديدة لديها مفرداتها الخاصة ولديها قمصها الخاص وقواعدها الخاصة وتقبل بالرأي والرأي الآخر وتؤمن بذلك وتؤمن أن القموس القديم لم يعد يصلح لبناء المستقبل صحيح وهكذا وبالتالي يعني الأيام المقبلة تتطلب من الجميع إعلام وصحافة وأحزاب وسياسة وقوى سياسية ونقبة أن تنظر بعين إيجابية تنظر بنظارة بيضاء وليس سوداء إلى الحوار الوطني وعين وقعية وعين وقعية في نفس الوقت وتدعم وتدعم وتكلم في مكانه يدعم هذه المبادرة لأن هذه المبادرة ليس ملكا لأحد ولكنها ملك للدولة المصرية وللمواطن المصري طبعا ترجمة نانسي قنقر